وبصير فينا نستخدم الشاشتين نشغل على هاي الشاشة شي وبنشتغل على هاي الشاشة بنفس الوقت بهذا الفيديو نحنا رح نشرح كيف فينا نوصل اي شاشة شاشة تلفزيون او شاشة عادية بالكمبيوتر الخاص بيك بحيث انه تكبر مساحة العرض وتكبر الانتاجية سواء كنا عم نشتغل او نلعب او ندرس بيكون صار عنا شاشتين بدل شاشة وحدة بهذا الفيديو رح اشرح خطوات توصيل الشاشة باللابتوب بطريقة بسيطة رح اعطيكم شوية نصائح لتعرفوا ضبط الاعدادات وكيف منحط الشاشة على اليمين وعلى الشمال وكيف فينا نعرض شاشة وحدة او الشاشتين مع بعض تابعونا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اول شي لازم نتأكد انه عنا الكابلات اللازمة للتوصيل بين الشاشة والكمبيوتر غالبا رح نحتاج كابل HDMA اللي رح يظهر قدامكم اما اذا كانت الشاشة او اللابتوب قادمين فهيلزمنا كابل VGA ورح نحتاج محول اذا كان اللابتوب مخرج وغير مخرج الشاشة خلونا نشوفها ارض الواقع كيف التوصيل طبعا هاي الشاشة اللي بدنا نوصلها على اللابتوب نشوف المخرج هذا هو مخرج VGA وهذا الكابل تبعه نحطه من الطرفين نشوف ان الشاشة قد اشتغلت بعد ما قمنا بتوصيلهم رح نجي نضغط على اشارة الويندوز مع حرف البي حيظهرنا هذا الخيار بحيز اذا اخترنا هذا الخيار فحتزهر بس الشاشة اللي هي لللابتوب اذا اخترنا الخيار الاخير رح تظهر فقط شاشة الموصولة فيه اما اذا ضغطنا على هذا الخيار فحيظهر نفس الشي باللابتوب والشاشة اما اذا ضغطنا على اكستند بيصير في عنا شاشتين بجانب بعض فنحنا منضغط على هذا الخيار حتى يصير في عنا شاشتين منفصلتين لنرتب الشاشات نضغط باليمين على الماوس ومنحط على اعدادات العرض هون بيبين انه ظهرت الشاشتين كيف فينا نعرف الشاشة رقم واحد هي لللابتوب او للشاشة نضغط على identify بيظهر هون رقم واحد وهون رقم اثنين ومنقدر نرتب الشاشات نحنا حسب الارقام بحيز انه رقم اثنين هيكون من هذا الجهة ورقم واحد هيكون من هذا الجهة فالترتيب صحيح اذا كان الترتيب غلط رح نجي هيك ونحمل هذا هيك ونحطه هون بحيز انه صارت الشاشة هاي وكأنه من هذا الطرف وبعدين نضغط على apply بعد ما نرتب الترتيب الصحيح وبصير فينا نستخدم الشاشتين نشغل على هاي الشاشة شي وبنشتغل على هاي الشاشة بنفس الوقت وهيك منكون وصلنا الشاشة باللابتوب ببساطة وضبطنا كل الاعدادات واذا فاتكم الفيديو لا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة والسلام اشتركوا في القناة